ينضم لنا الآن من لندن سيد عبدالله الجريوي مسؤول الرصد والحملات في منظمة القصط لحقوق الإنسان أهلا بك سيد الجريوي اعتبرتم بأن تصريحات محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي تكشف عن سيطرة الدولة على الصندوق أليس هذا صندوق من البداية هو ملك للدولة؟ نعم شكرا قد لكم هذه الاستضافة في البداية قبل أن نتحدث عن هذا الصندوق وجدواه ومشاريعها لابد أن نضمن نزاهة هذا الصندوق ونضمن الشفافي ونضمن أين تتجه هذه الأموال كيف تتم إدارة هذه المشاريع كيف ومن فعلى سبيل المثال من خلال لقاء محافظ صندوق الاستثمار ياسر رميان في بودكاست سقراط فسأله المذيع ما إذا كان هناك خلاف بين أعضاء المجلس كيف تدار قضية الخلاف فقال له تكون بالتصويت فقال له ما إذا كان أعضاء المجلس جميعهم صوتوا ضد رئيس المجلس فقال ياسر رميان يعني يأخذ بصوت الغلبية فذكر له كمثال عملي أنه في عام 2020 حينما طرح رئيس المجلس صندوق أن تتوجه هذه الأموال لصول صندوق إلى استثمارات خارجية ولكن عرض جميع أعضاء المجلس أن تتجه هذه الأموال إلى استثمارات داخلية فسأله المذيع وماذا حدث بعد ذلك قال رفع تصويت مرغم أنه كان بالإجماع جميع أعضاء المجلس صوته ضد قرار رئيس المجلس رفع إلى الملك الملك أمر بتنفيذ قرار رئيس المجلس والمحافظ فهذا الذي حدث يؤكد لنا عدم نزاهة هذا الصندوق ويؤكد على أن هذا الصندوق يدار بشكل خاص من رئيس مجلس إدارة الصندوق وممكن هنا نفعل عن الصندوق النرويجي هذا مناحية الشفافية والمكاشفة مثل ما ذكرت لكن أريد أن أعود بك إلى مسألتك إياه هنا عن ملكية صندوق للدولة وتصريحات المحافظ له طبيعي أن صندوق تكون ملكية للدولة ولكن كيف يدار هذا الصندوق هنا لا بد أن يكون الوضوح أكثر فهذا طبيعي أنه في النهاية جميع الصناتق هي في النهاية ملكية للدولة لكن من يدير هذا الصندوق حينما يكون إدارة هذا الصندوق من خلال رجل واحد هذا يدل أنه فيه إشكالية حقيقة في إدارة هذا المشروع لأنها في النهاية هي أموال الجميع أموال للناس أموالي وأموال جميع المواطنين في هذا الصندوق فنحن لا بد أن نكون نعرف أين تتجه هذه الأموال كيف تدار وما هي المشاريع وجدواها في النهاية هذه أموالنا ليست أموال رجل واحد واضح يعني كيف تدار هذه الصندوق أعود لسيد صبان سيد صبان دور الصندوق الصيادية خلق نوع من التوازن للدولة في حل الأزمات لكن الآن هل تستشعر الدول الخليجية خطر من نوع معين نفاذ النفط مثلا؟ لا نفاذ النفط أنا ذكرت ذلك بأنه عكس التوقعات الغربية التي تنادي بالتخلص من النفط لكن هذه الحقيقة على الأرض لا يمكن التخلص من النفط وأعود إلى مسألة الهجوم على صندوق الاستثمارات السعودية نحن تعودنا أن الغرب عموما ويستخدم هنا عملاء معينين يكونون أدوات في أيدهم يهاجمون والهجوم هذا غير منطقي إطلاقا الصندوق في مراحله الأولى كان بداية في عام 2016 ولا بد أن يكون هناك قرار توافقي وهذا ما يحدث هناك نظام حوكمة ممتاز قائم للصندوق ولا يمكن أحد أن يشكك فيه أما الأصوات الغريبة فهذه دائما تعودنا عليها ولا يمكن لنا أن نقبل من وراء الهجوم ولكن دعنا نركز في الاتهامات نفسها يعني الهجوم نفسه ما يتم منتقدي فلنقول الصندوق يعتبرون بأن هناك غياب للوضوح غياب للشفافية غياب لمسألة من يدير هذا الصندوق وهذا حسب كلام سيد الجريوي الآن هناك مجلس إدارة لو أرادت السعودية أن يديرها بدون مجلس إدارة لكان لهم ذلك لكن هناك مجلس إدارة ويضم أعضاء من القطاع الخاص ومن الشخصيات العامة وحتى مستثمرين خبراء أجانب أشركوا في هذه مجلس الإدارة لتحقيق الموضوعية والنتائج لنا بالنتائج النتائج رائعة 8% عائد صندوق الاستثمارات السعودية قوي جدا ماذا نريد أكثر من ذلك والاستثمارات الآن معظمها في السعودية 77% في السعودية وهناك فرص تحين بين الوقت والآخر خارجيا لماذا لا نستثمرها فهذه الانتقادات غير منطقية ولا يجب أن نهتم بها انتقادات غير منطقية وهؤلاء الذين يستخدموا كأدوات في أيدي الغرب عليهم أن يععوا بأن هذا ليس في صالح القليج وليس في صالح المملكة العربية السعودية طيب دعني أعود للسيد الجروي بهذا القول يعني ماذا نريد أكثر من ذلك اليوم الصندوق محقق أرباح محقق عوائد جيدة جدا وهناك حرب من قبل المنتقدين اللي يهاجموا في هذه الصندوق ويهاجموا في السعودية كيف ترى ذلك طيب الهم شيء مثل ما قلنا في البداية هو الأساس الأساس هو نضمن النزاة نضمن الشفافية في إدارة المشروع ومن أين تأتي هذه الأصول والأموال وكيفية إدارتها الأول والأخير يعني خلوكم من كلامي ومن كلام الضيخ خلونا ناخذ كلام ياسر ميال وهو وضح كيفية الحكمة وكيف تكون في نهاية الأمر تمرير القرار وأضح أيضا عن مشاريع التي حدثت في السابق نقطة مهمة في النهاية هذه أموال يعني كمواطن مسؤول عن هذه الأموال وأيضا الضيفي الكريم صبان أيضا هو مسؤول عن هذه الأموال وهو مهم جدا نحن نعرف ذكر صبان نقطة مهمة قال تمنيت أن هذا صندوق له كان في 2010 وهو نقطة مهمة تمنينا حين هو يذكر بصيغة الجمع من أنتم بصيغة الجمع هل هو أنا وياك؟ أنا وياك ممكن أن نتمنى صح أن تكون هذا صندوق موجود من 2010 لكن من وقفه؟ من يعني بقرار من؟ هل نحن أصحاب قرار أنا وياك؟ لا نحن نسنا أصحاب قرار فعشان كذا نحن لازم نوضح أن أنا وياك وغيرنا من المواطنين هذه أموالنا ونحن مهم جدا أن نحن نعرف كيفية إدارة هذا المشروع وحتى إدارة المجلس كيفية تعيين العضاء هل هم معينين هل هم متخبين هل هم كيفية إدارة هذا المشروع فلو تسمحي لي بس نقطة مهمة ناتي عند صندوق النرويجي وهو مثال جيد كنا أن صندوق النرويجي على سبيل المثال من يرسم استراتيجية هو وزارة المالية ولكن من يقوم بإدارة التشغيلية هم هو بنك النرويج البرك النرويجي فهذا يدل أنه فيه استقلالية لضمان استقلالية عن الحكومة والدولة طيب دعني أعود بك لتصريحات المحافظ والقصة هنا نعم سيد جريوي القصة هنا اعتبرت أن تصريحات المحافظ تحمل انعكاسات اجتماعية اقتصادية وسياسية كبيرة هل كانت توضح لنا ذلك نعم خصوصا في كيفية إدارة يعني صندوق الاستثمارات خلال مشاريع أو شراء الأسوان للأندية وغيرها نتحدث عنه خصوصا المشاريع الخارجية هو كان يعني يضمن أن سيكون هذه القرارات و إدارة المشروع هو مستقلة بشكل كامل عن الدولة ولكن في الحقيقة لا السلطة نفسها هي متدخلة وهي ترسم القرارات والاستراتيجية وهي من تقوم بإدارة التشغيلية لمشاريع صندوق فهذا الإشكالية لكن في الأول والأخير المشاريع الخارجية يعني لديهم قدرة على ضمان أو على وضع قوانين صارمة وواضحة تضمن النزاها ولكن للأسف في الداخل لأن في النهاية من يقوم بإدارة هذه المشاريع هي السلطة ومن يقوم بهذه المشاريع على الصندوق هي سلطة حتى الشركات التي قامت بتخصيصها السلطة هي أيضا شركات تابعة بشكل مباشر يملكها إما رئيس المجلس أو أفراد مقربين من السلطة نفسها فهم متفعين فقضية التخصيص ما أهمية التخصيص أهمية التخصيص هو حمل الحكومة الدولة وأيضا فتح باب للتنافس بين الشركات ولكن في السعودية للأسف يحدث العكس يحدث التخصيص نعم لقطاعات الحكومة ولكن هي لشركات تابعة للسلطة فهو أشبه بشخص يصابح يده اليمنى بيده اليسرى ويفقد بذلك التنافسية والشفافية وأيضا قدرة المواطن في حال يعني حب أنه يفع أي قضية سواء واجهة إشكالية من هذا القطاع لن يتمكن أن في النهاية القطاع هذا مملوك لصاحب السلطة طيب أعود لسيد نصافي هناك من ضمن الانتقادات ممكن مسألة الشفافية ذكرت كثيرا وكذلك مسألة الاستقلالية أيضا وإدارة هذه الصناديق بشكل عام كيف تعلق على هذا؟ لأن هذه التناقضات أثارها في نفس اللحظة هو يرغب في التخصيص لكن يرغب في تخصيص هذا القطاع الخاص طيب ما هي أموالك أنت كنت تقول هذه أموالي وأموال المواطنين تخصيصها القطاع الخاصة فتكون تستحوذ عليها جزء من هذا المجتمع وليس المجتمع ككل تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة مملوكة من العامة هي للمرونة وليسهولة اتخاذ القرار أما التصريح بأنها هي ملكة الدولة إذا لم تملكها الدولة من يملكها أيضا؟ إذا ما تصرف الحاكم أو الرئيس الوزراء أو المعني في إدارة الدولة في مثل هذه الصناديق في حال الخلاف الخلاف هنا يجب أنا أنا سمعت كلام رميان في السابق لكن هي الحقيقة أن هناك لما ذكر هذا الخلاف هذه النقطة تحديدا هو تساوي الأصوات وليس أغلبية الأصوات هذا واحد النقطة الثانية وجود الاستثمارات الرياضية كما ذكر ضيفك الكريم الاستثمارات الرياضية اليوم لازم يجب أن تكون الاستثمارات الصناديق العامة هي تحاكي سياسات واستراتيجيات الدولة أيضا اليوم السعودية الجزء مهم منها تدعو إلى أن تكون في وجود كاس العالم في المرحلة القادمة هذا يحتاج إلى بناء أرضية في هذا الجانب الأرضية تتأتى من ناحيتين اليوم نادي النصر والعقد مع رونالدو من أعظم لعبين كرة القدم كذلك المفاوضات مع ميسي هذه كلها تدعم الرياضة وتدعم الملف السعودي في الاستحواذ على كاس العالم أما السعي أن الدولة يجب أن لا تدخل إن لم تدخل الدولة من يتدخل؟ الجهاز الاستثمارات هو يمثل الأداة التنفيذية للاستراتيجية الدولة في حال الحياد عن هذه الاستراتيجية يجب أن يعود إلى التوجهات العامة هذه ليست في السعودية حتى في الصندوق النرويجي التي استشهد فيه ضيفك الكريم هو يمارس نفس الطريقة هو في الصندوق السيادي في الكويت يمارس نفس الطريقة في الإمارات حتى في الدول الأكثر الديمقراطية هذه الصناديق تخضع للدولة سيد صبان ذكرنا أنه من الممكن أن تختلف إدارة الصندوق السيادية من درجة متحفظة في استثماراتها إلى خوضها درجة عالية من المخاطر كيف يمكن وصف الاستثمارات السعودية اليوم؟ الاستثمارات السعودية وبالذات المحلية هي تسير وفق استراتيجية تستهدف تنويع الاقتصاد ولذلك عامل المخاطرة لا بد أن يكون هناك لا بد أن تغامر في كثير من الحالات طالما أن هذه المشاريع هي تخدم تنويع الاقتصاد لا بد أن تساعد القطاع الخاص في تحقيق أهدافه واعتماده الكامل على نفسه دون الاعتماد السابق الذي كان على الحكومة وأيضاً تساهم في تحقيق تخفيض معدلات البطالة داخل المملكة ولذلك عامل المخاطرة ليس الرئيسي لا بد طبعاً من دراسة أي مشروع لكن التردد في الاقدام بسبب المخاطرة المرتفعة لا بد أن لا يعطى الوزن الأكبر محلياً لأن الفائدة ستتحقق بإذن الله في كل الأحوال نعم أعود لسيد جريوي سيد جريوي يرى قطاع أن السعودية تجني مكاسب من استثماراتها أكبر من خسائرها كيف تعلق ونحن نتمنى أنه في نهاية المكاسب تكون أكثر من الخسائر لأنه في الأول وخير المستفيد في حال سواء الربح وطبعاً في نقلة مهمة في مسألة الربح هل هو الهدف الوصول لأرقام معينة أم ما هو الغاية من الربح هل هو الغاية من الربح هو أن نصل إلى مستوى من الرفاه الاجتماعية أن نتحول إلى دولة نوعاً ما بنظام اجتماعي ورعاية اجتماعية فارها كما يحدث مثلاً في النروج على سبيل المثال أم هي مجد أرقام يعني يحققها صحاب بروس الأموال ولكن المواطنين هم في النهاية يرون هذه الأرقام ويستفيد منها صحاب بروس الأموال وهم فقط يعني دافعي يعني بدل هو ذكر طيف أني أنا مع التخصيص أنا لست مع التخصيص ولم أقل رأيي بذلك أنا فقط أوضع الفرق بين التخصيص وما يحدث في السعودية الفرق الذي سيكون أنه بدل ما كان يعني بعض القطاعات هي مدعومة من حكومة أو يعني تدعم الحكومة سيكون يعني المواطن هو يعني يدفع عليها بصوم أكبر نتيجة ذلك ولن يكون هناك تنافسية بعيدا عن ذلك هو الأولى أخ خطأ أنه نحن نتحول إلى دولة ريعية ونتحول إلى ما نحن عليه الآن هو خطأ أيضا آخر ولكن الهدف هو بالفعل نقطة بسيطة هو عنده لبس ما بين الدولة ما بين السلطة السلطة هي أصحاب القرار أو هم السلطة نفسها الدولة هي المواطن هي الحكومة هي الأرض هي الكيان كامل فنعم الصندوق السعدي هو ملك للدولة ولكن ليس ملك للسلطة وهنا الفوق الكبير شكرا جزيلا لك السيد عبدالله جريوي مسؤول الرصد والحملات في منظمة القصد لحقوق الإنسان أشكرك كذلك دكتور عواد إنصافي دكتور المحاسبة وتمويل شكرا لك ومن جنيف أيضا المستشار الاقتصادي ونفطي الدولي الدكتور محمد الصبان شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين ودمتم في رعاة الله مع السلام شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم